مصير محفوف بالمخاطر لمن يعودون إلى مساكنهم في بعض الأحياء والمناطق التي أخلت القوات المشتركة والمشمولة باتفاق سويد فالعائدون يواجهون مخاطر الموت أو الإعاقة بالمتفجرات والألغام التي زرعتها ميريشيا الحوثي وصد الأحياء وفي التقاطعات وجزر الشوارع وفي محيط مناطق التنزه في المدينة الساحلية لتتصاعد مخاوف المواطنين بشكل لم يسبق أن عرفته المدينة المسالمة عبر تاريخها مصادر أفادت أن ميريشيا الحوثي أزالت السواتر الترابية ودفنت الخنادق التي كانت استحتفتها في الشارع المؤدي إلى ساحل رأس كثيب وهو أهم منطقة للتنزه في المدينة وأغلق منذ العام 2018 وأنها فتحت ممرا للسيارات في منطقة كيلو 16 المدخل الرئيسي للمدينة والميناء والتي أخلتها القوات المشتركة ضمن خطة إعادة الانتشار وبحسب المصادر فإن لوحات التحذيرية من الألغام انتشرت في شوارع وتقاطعات المدينة لتكشف حجم الكارثة التي أقدمت عليها ميريشيا الحوثي حين نفرت حقول ألغامها في الشوارع والتقاطعات والمزارع وعصد التجمعات السكانية إلى جانب إقامة الخنادق والمتارس في تلك الأحياء واستخدام المباني السكانية ثقنات لعناصرها مشروع مسام لنزع الألغام أعلن مؤخرا انتزع أكثر من 1500 لغم خلال أسبوع واحد فقط من المناطق التي ضردت منها ميليشيا الحوثية فيما أكد سكان في مدينة الحديدة أن الميليشيا اضطرت إلى رفع لافتات تحذيرية في مداخل المدينة وفي تقاطعات الشوارع والجزر تحذرهم من المرور في هذه المواقع بسبب وجود حقول ألغام تتربص بخضوات المواطنين يشار إلى أن المشروع أفاد في أحدث بيان له بأن فرقه تمكنت منذ بدء المشروع من نزع أكثر من 287 ألف لغم زرعته ميليشيا الحوثي بضرق عشوائية ودون خرائط لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن